مع التقدم بالسن تصبح نسبة مادة الكولاجون المسؤولة عن شباب البشرة أقل ومن المؤكد أن كل سيدة تتمنى أنها تحافظ على شبابها ونظارة بشرتها هذا الشيء ممكن أن يتحقق من خلال إبرة النظارة اللي بتشرح لنا عنها دكتورة جهان من مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية بدبي مع التقدم في الهمر تصبح نسبة الكولاجون الموجودة في طبقات الجلد أقل من كميتها لما يكون الإنسان أقل عمرا وفي شبابها طبعا في العشرينات تكون أكثر لما يكون الإنسان في الثلاثينات أكثر لما يكون في الأربعينات وهكذا طبعا العوامل المساعدة على الشيخوخة كثيرة منها أشعة الشمس منها الاسترس منها أجاذبية لتساعد على الترهل استخدام المستحضرات الكيميامية وأمور كثيرة تؤدي إلى الشيخوخة طبعا ترهل الجلد وشيخوخة الجلد أسبابها الأولى نقص كمية الكولاجين كما ذكرت العلاج لذلك علاج بسيط جدا طبعا مش رح نتحدث في البوتوكس اللي ممكن يشتغل على شد العضلة ولا رح نتحدث على الفيلرز أو التعبئة اللي ممكن مثل ما نسميه باللغة العامية النفخ لأنه في كثير ناس ما يحبونا ولا رح نتحدث على منشطات أخرى للكولاجين مثل الليزر أو التردد السعوي لأنه تكلمنا عنه في حلقات سابقة رح نركز اليوم كيفية تغذية الكولاجين أو خلايا الكولاجين المسؤولة عن نشاط شباب البشرة هو حقا مادة الهايلورونيك أسد أو حمض الهايلورونيك الأساسا موجود داخل حبيبات الكولاجين وطبعا مع مرور الزمن يجف حمض الهايلورونيك أسد الأساسا موجود في البشرة نتيجة العوامل اللي ذكرتها طبعا حقا الهايلورونيك أسد مؤقت وكما أنا حذرت في السابق من الأشياء الدائمة أو التعبئ الدائمة أو المستحضرات الدائمة ومؤقت يعني شيء مميز لأنه بعد فترة ينتهي مش غلط أنه نرجع نحق المرة ثانية طالما هذا شيء لمصلحة الإنسان حقنا على مراحل منتظمة مثل خلينا نقول مرة في الشهر أو مرة كالشهرين حسب الحاجة حسب الحالة حسب جفاف البشرة حسب ترخل البشرة حسب شيخوخة البشرة أحيانا ما تكون كلها الصفات موجودة لكن تلجأ السيدة إلى هذا النوع من الحقن للمحافظة على شباب البشرة أو للنظارة لذلك سميت أبرة النظارة ممكن أحيانا نلجأ إلى حقن أبرة واحدة من النظارة لنقسمها إلى الجهة اليمنى والجهة اليسرى أحيانا نلجأ إلى حقن أبرة للوجه الواحد نقسم أبرة لكل نصف أحيانا نلجأ إلى ثلاث أبر في الحالات الصعبة ممكن يكون شوية بروز أو بقع أو كدمات هذه من الأبر ولكن تحقن بطريقة سطحية كي تتخلى لطبقات الجلد كي تغذي الكولاجين وتغذيه في مادة حمض الهايلورونيك مثل ما شفنا نحن دمجنا في التقنية حاليا حمض الهايلورونيك أسيد الي هو أبرة النظارة زائد انقناع ثاني أكسيد الكربون هل هو ضروري دمج ما بين تقنيتين؟ لا طبعا ممكن السيدة تخضع لقناع ثاني أكسيد الكربون المساعد على إزالة الخلايا الميتة من الطبقة العليا الخارجية من البشرة أو عمل تقنية أبرة النظارة المغذية للطبقات السفلة من البشرة لذلك الدمج بين التقنيتين هو لعلاج الطبقة السطحية وفي نفس الوقت الطبقة الوسطى أو السفلية من الجلد طبعا ثاني أكسيد الكربون مكون من ثاني أكسيد الكربون المجمد البارد يساعد على تنقية البشرة إزالة الشوائب نوعا ما إزالة التصبغات بطريقة بسيطة ونسبية والمحافظة على عدم الزيادة في التصبغات وإزالة الشوائب نحب دائما الدمج ما بين الأثنين لنتائج أكثر كما ذكرت لعلاج داخل البشرة وخارج البشرة شكرا